السلام عليكم أهلا بكم متابعين قناة الموسوعة قصة التحول من فقر فزيع إلى غنى فاحش ومن بؤس وشقاء الرفاهية تم ومن مصير مجهول ومستقبل ضايع لديرة كبيرة من الأضواء والشهرة الوسعة ولما يكون سبب كل التغيير ده هي كرة القدم بس بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى بتكون الموهبة هي الدفع الرئيسي لكل الأشخاص اللي بيعانوا هم وعائلتهم من ضنك البحث عن مجرد لهم تليش أو حتى عن وجبة على مدار اليوم وبتحولهم إلى معيشة في أجمل وأكتر البيوت بزخا في العالم فكرة كرة القدم قبل ما تكون مهنة أو عامل احترافي في هي هواية وعيش للملايين من الناس في العالم لكن قليلين منهم طبعا والمحظوظين هم اللي قدروا يحجزوا مكان ليهم في صفوف النغبة واستطاعوا إنقاذ نفسهم من الفقر اللي كانوا بيعيشوا فيه قبل دخولهم عالم المستديرة معاكم عمر السيد والنهاردة نتكلم عن لعبين يتولدوا فقرة وأصبحوا من أصحاب الملايين قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حلقتنا متوقعش أي شخص إن في يوم وليلا يتحول من مجرد طفل باقي على السمك إلى واحد من أعظم الهدافين لنادي برشلونة الأسباني بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن سامويل إتو اللي تولد في الكاميرون واللي بتعد من أفقر البلدان الأفريقية وبعد فترة من الحياة البائسة في بلاده بقى إتو واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ أفريقيا ووصل إن يكون صاحب أعلى راتب شهري في العالم بدأ سامويل إتو حياته في أسرة فقيرة جدا ولكن كشاف المواهب الأوروبيين واللي دايما بيعتبروا القرى الأفريقية الفقيرة دي منجم للعيبة الممتازة زي إتو اددولوا بطاقة زهبية بعد ما عجبتهم مواهبته واللي كانوا تابعوها في نديه المحلي يونيون دوالة الكاميروني وقدروا بعدها إنهم يجبولوا فرصة زهبية بالنسبة لوقتها وهي فرصة الاختبار في نادي ريال مدريد الأسباني اتولت سامويل إتو في عشر مارس 1981 كان عايش في وستعيلة فقيرة جدا لدرجة إنهم بيقولوا إنه الحد ما كان عمره عشر سنين كان بيلعب الكرة وهو حافي ومعندوش فلوس يجيب جزمة كرة ورغم إن إتو ما بدأش البداية اللي كان بيحلم بيها مع ريال مدريد أشر أندية العالم وفيدل يتنقل بين أندية اسبانيور وليجانس من دور الدرجة التانية واستقر أخيرا مع ريال ميوركا الأسباني وتقلق جدا لدرجة لفتت نظر الغريم التقليدي للريال وهو البرشا وبعد البداية الصعبة اللي إنه نجح بشكل باهر مع برشلونة وبعد تقلقه اللافت مع ميوركا بقى هو الهداف الأبرز للفريق الكتالوني وتوج معهم بالعديد من البطولات المحلية والأوروبية وكمان حصل على شرط قيادة منتخب بلاده في كاس العالم وفاس بأحسن لاعب في أفريقيا مرتين اتولد لويس وارس في وسط أسرة فقيرة جدا في الأرجوية وعاش مع أمه وستة من إخواته بعد انفصال والدهم عن العيلة واللي كان سابهم يواجهوا مصاعب الحياة لوحدهم اشتغل البستيليرو في تنظيف الشوارع قبل انضمامه لفريق ناسنا للمحل وكان عمره وقتها 14 سنة بس وبعد كده توج معاه بلقب بطولة الدوري وقدر إنه ينجح في إحراز عشر أهداف عشان يبدأ كشفين الأندية بمتبعيته وتسويقه وبعدها انتقل إلى آيكس أمستردام اللي اتقلق أكتر فيه وبدأ اسمه يلمع على الساحة القروية والخطوة الأمتع بالنسباله إنه أصبح لعب في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصل الآن لقمة عطاءه وتوهجه مع أقوى أندية العالم برشلونا وكمان اتقلق مع منتخب بلاده في كاس العالم ليفرشله محبينه في الأرجوية الورود في الشوارع اللي كان بينظفها اتحول بفضل موهبته بمجرد ماسح لزجاج السيارات إلى نجم يعتبر الأفضل في تشيلي حاليا هو واحد من أفضل لعبين العالم وكمان أحد اللعبين الأكثر شهرة وموهبة وبيقول بعد انقاض منتخب لاروخة للتتويج ببطولة كوبا أمريكا مرتين النجم التشيلي المميز أليكسيس سانشيز كان بيمسح زجاج السيارات من أجل الحصول على بعض المال عشان بس يقدر يعيش ويساعد أهله في مصاريف الحياة وكمان عشان يقدر يشتري جزمة للكورة يلعب بيها وبعد شغله ترقى شوية وقدر يلاقي شغل في منجم الفحم وكانت أمه تعمل عاملة نظافة في إحدى المدارس بدأ سانشيز حياته الرياضية مع نادي كوبريلولا المحلي عام 2006 وقدر ينجح معاه بشكل لافق جدا مهارزا معاه 12 هدف في موسم واحد عشان بعدها يصطاد واحد من الكشافة وينقله الإيدونيز الإيطالي اللي بدوره أعار الفترتين عشان يرجع بعدها ويتقلق معاه مساهما في صعوده للدور الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد كده انتقل لبرشلونا مقابل 26 مليون يورو ليشارك نجوم برشلونا وعلى رأسهم ميسي في إحراز الأهداف مع الفريق الكتالوني لينتقل بعدها للأرسل الإنجليزي ومنه إلى منشستر ونايتيد ووصلوا أنه كان صاحب أعلى راتب في الدور الإنجليزي كله ووصل إلى 450 ألف جنيه سترليني في الأسبوع أمه كانت قربت من أنها تحرم العالم من واحد من أم تعلعبين كرة القدم في العالم بعد ما حاولت إجهاضه لسوق الأحوال المالية اللي كانت بتمر بيها العيلة لكن كانت مشيئة ربنا سحنه وتعالى بأن يتولد اللاعب اللي وسل هو وقيلته لأكتر الأماكن الرفاهية في العالم ونجح في تحويل مدينته إلى أشهر مدينة في العالم بوجود فنادق باسمه ومطارات وكل برندات كريستيانو رونالدو ساروخ مديرة وقائد البرتغال ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ونجم السيدة العجوز الحالي اللي اتولد في نادي أبوه المفضل ماريتسيو ومنه إلى ناسولا المديرة واللي ظهر معاه بشكل لافت وانضم لسبورت انجليشبونا مقابل 30 ألف يورو بس والأغرف في الأمر إنها كانت كتخليص وسادات دين من ناديه الأصبك ناسولا المديرة إبداعه الكبير مع سبورت انجليشبونا خلام حط إعجاب السير أليكسي فريكسون اللي كان وقتها مدرب منشستر ونيتيد وكانت نظرة العجوز ساقبة فكان التمييز الكبير لصاروخ مديرة في الدور الإنجليزي أصبح الدون مع شوق الملايين من المحبين والعاشقين خاصة بعد انضمامه للفريق الملكي ريال مدريد وتوج معاه ببطولات كتيرة جدا وكمان حصل على الحزاء الزهبي وتوج بلقب القرى الزهبية خمس مرات وويس المرتبو الحالي مع اليوفي ب 31 مليون يورو سنويا هو الأسطورة لابولجة أو البرغود زي ما بيتقال على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أفضل من أنجبتهم الملاعب في التاريخ بل والأفضل على الإطلاق بالنسبة الكتير من عشاء كرة القدم انضم ميسي النادي برشلونة الأسباني مقابل تحمل تكاليف علاجه بس وتسول أبوه قبل كده عشان كان بيحاول علاجه من نقص في هرمون النمو واللي كان أصيب بيه هو عنده 11 سنة والأب اللي كان بيشتغل كعامل في واحد من المصانع ومتزوج من عاملة نظافة ما كانوش قادرين أنهم يساعدوا ابنهم بسبب الفقر وعدم تحملهم نفقات علاجه خارج الأرجنتين وقتها انتشر برشلونة من روزاريو سنترال للنادي اللي كان عاجز عن علاج ميسي وكان المقابل وقتها أن يتكفل النادي الكتالوني بكل تكاليف علاجه في أسبانيا وتدرج النجم ميسي على كل المستويات لحد ما وصل إلى اللاعب الأول في العالم وكمان بتتهافت الأندية الكبيرة الكاسب ويددوا رغم ملايين برشلونة لحد ما وصلوا أنه من ضمن أغنى خمس لعبين في العالم قصروة وأعظم لاعب في العالم وبالنسبة للبعض زي ما قلنا الأفضل في التاريخ بخمس كرات زهبية كأفضل لاعب في العالم هو واحد من أكتر المهاجمين إصارة لخوف المنافسين في العالم على الإطلاق وده نظرا لسماته الجسدية المميزة وطوله الفارع اللي بيوصل ل190 سنتيمتر لكن في صغره كان هو اللي دايما حاسس بالخوف وهو البلجيكي روميلو لكاكو اللي كان بيتراب من أنه يفضل في دائرة الفقر وأثر خوفه ده أنه ينازع للهروب من الفقر والدخول لعالم كرة القدم وتحقيق مسيرة رائعة وكانت جملته الشهيرة اللي خلت العالم كله يتعاطف معاه لما انتقل العالم الاحتراف في نادي تشيلس الإنجليزي قال عندما رأيت والدتي تمزج اللبن بالماء أدركت أن كل شيء انتهى وكمل وقال أن ما كانش معنا فلوس كفاية عشان نكمل بها الأسبوع كنا محطمين ما كانش فقر بس كنا محطمين وكانت الصعبات اللي واجهها الطفل لوكاكو صاحب الأصول الكنغولية هي صاحبة الفضل الأول في تحديد طموحه في كرة القدم وقال لوكاكو كنت أرغب في أن أكون اللاعب الأفضل في تاريخ بلجيكا هو دا كان حلمي ومش بس عشان أكون كويس أو عظيم إنما الأفضل وبعد كل المعاناة دي أصبح واحد من أغلى المهاجمين في العالم وانتقل من إيفرتون إلى قلعة أولد ترافولد مقابل 75 مليون جنيس ترليني اضطر النجم البرازيلي ريفالدو اللي عمل صباحا على شواطئ البحر القريبة من بيته كبائع للهدايا التسكرية وكان بيلعب كرة القدم مع أصدقائه بالليل على نفس الشواطئ ريفالدو اللي اتولد في وسط أسرة برازيلية فقيرة بدأ حياته القروية مع نادي كورانسيونز وبعدها انتقل إلى بالمراس وبعدها إلى ساوبولو وجاله عرض للعب في أسبانيا مع ديبرتيفو لكارونيا اللي كان بوابته للعالمية شهرته الواسعة اللي اكتسبها من خلال تقلقه المبهر مع برشلونة الأسباني واللي كان انتقاله مقابل 27 مليون دولار من ديبرتيفو وتقلق جدا مع منتخب بلاده الصنبا وبقى واحد من أكتر لعبين البرازيليين اللي حفروا أسمائهم بأحرف من دهب بعد فوزه بكاس عالم 2002 وكان صاحب دور كبير في انتصارات البرازيل وقتها بقدمه اليسرى لملهاش مسيل النجم البرازيلي كانت أثرت عليه سوق التغذية بدرجة كبيرة جدا في الانحناء اللي بتظهر عليه لحد النهاردة وكمان انه فقد العديد من أسنانه وهو صغير وكان فاز النجم ريفالدو بالكرة الزهبية في أول سنة ليه مع برشلونة لعب كبير وهدف خطير وقناص متمرس تعرف رجليه طريق الشباك وتعشق راسه مدعبة الكرة بسبب شهرته الكبيرة انتشرت في العالم كله الحلقة على الزيرو كان الشباب بيباهوا انهم بيقلدوا رونالدو مهاجم جمع بين السرعة والمهارة وقوة التزديد سواء بالرجل أو بالرس رونالدو بقى هداف كاس العالم على مر التاريخ عنده من الإرادة اللي يخليه يرجع من الإصابة أقوى من الأول هو رونالدو لويس نازاريرو ديليما أو زي ما بيحب الجمهور بيناديب رونالدو اتولد رونالدو في يوم 18 ستمبر 1976 في بيئة فقيرة جدا في أحياء بنت روبيرو وهي أحد المناطق المشهورة بالفقر فريدو جينيرو لما بقى عنده 14 سنة بدأت الأنظار كلها تتوجه إليه واختاروا جارزينيو النجم البرازيل الكبير لينضم المنتخب الصنبا للناشئين كما أن اللاعب الفائز بكاس العالم قرر أضم رونالدو الفريق روزيرو نديه الأسبق حين يبلغ السن المناسب لتوقيع أول عقد احترافي بيمر الوقت ويكل لرونالدو فلوسه الخاصة وبيهدي أبوه دور كامل في عمرات كوبا كبنة ومطعم للبيزة وكمان أهدى شقيقه شقق على شاطئ البحر وبعد انتهاء مباراة كاس العالم انتقل إلى ريال مدريد نظير مبلغ 39 مليون يورو وتوج بأحسن لاعب في العالم عام 1996 كأصغر من يحرزها وكمان في عام 1997 وعام 2002 وهي دي بقى قصة اللاعبين اللي اتولدوا فقر وأصبحوا من أصحاب الملايين ونشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر